القاهرة منتصى في العشرينات سلفادور شيكوريل كان واحد من أثرياء القاهرة وكانت عنده سلسلة محلات معروفة جدا ومشهورة اسمها محلات شيكوريل للأزياء وكانت تبيع الأزياء الراقية جدا والبراندات العالمية وكانت الملابس اللي بيعوها غالية جدا فكل يعني روادهم وزباينهم كانوا من الطبقات الراقية والثرية بمصر أسس أول محل بمحلات شيكوريل والد سلفادور واللي اسمه مورينو شيكوريل كان يهودي من أصل إيطالي اجه لمصر وأسس هذا المحل وبدأ أنه يشتغل شوية شوية به لحد ما طوره بعد وفاة مورينو هذا استلم ابنه سلفادور المحل وبدأ أنه يطوره أكثر وصار سلسلة من المحلات وصارت من أشهر محلات الأزياء بالقاهرة المحلات هاي كانت تجيب ثروة طائلة لسلفادور عيشته حياة مرفهة مثل حياة الأمراء والنبلاء وبدأ أنه يعيش يعني بفلة كبيرة وقصر كبير وعنده كل شي يتمنى طبعا للمعلومة سلفادور هذا كان يهودي مصري وكان يعني رئيس رابطة اليهود بالقاهرة فيعني مو بس كان غني وعنده محلات لا وإنما كان شخصية مرموقة بمجتمعه بهذاك الوقت عموا سلفادور كان عايش بفلة ضخمة جدا كان طرازها المعماري مبهر لأي أحد يمر من يمها ويشوفها كانت مساحتها 200 متر ومؤلفة من طابقين بعشرة شارع يحيى إبراهيم بحي الزمالك الراقي بالقاهرة الحياة كانت وردية ويا شكوريل ويا زوجته وابنه الوحيد لحد ما بيوم من الأيام كل شي تغير وصار يعني سواد بحياتهم بهذا اليوم ابن الصغير قرر أن يخلي سلم بسطح فيلتهم ويتسلقه حتى يوصل لشجرة منغة موجودة بحديقتهم ويتطل على السطح حتى يحاول أنه يقطف من عدها يعني ثمرة منغة فهو وصاعد على الدرج بدأ أنه يتقرب أكثر حتى يقطف هاي المنغة وما سيطر على توازنه فسقط من سطح الفلة للحديقة وطبعا مات فورا طبعا شكوريل هذا وزوجته حياتهم صارت عبارة عن ظلام بعد الحادث هذا اللي صاروا يا ابنهم كل شي صار مو مثل قبل ما قاموا يحسون بطعم الثروة والفلوس لعدهم فعاشوا بأيام حزينة وكئيبة بفلتهم اللي صارت كل زاوية بيها تذكرهم بابنهم وباللي صاروا ياه وحتى تكمل التعاسى وياهم بعد فترة وتحديدا سنة 1927 اقتحم شقتهم مجموعة من المسلحين بدافع السرقة خدروا زوجته وبدأوا انهم يهددوا بالسلاح انه ما يسوي اي شي وانه يظل هادئ حتى يسرقون كل شي موجود بالشقة لكنه يظهر انه استفز وعصب وبدأ انه يقاومهم فهناه واحد بهذول المسلحين حسب تهديد فرفع سكين وطعن شكوريل دعش طعنه موتته فورا طبعا الطعنات كانت باماكن مختلفة بجسمه وطعنوه بوحدة من غرف الفيلة هاي نفسه وللأسف ما قدر انه ينجو من هاي الطعنات ومات اما زوجته فصحت بعدين من المخدر اللي خدروا الهياء وراحت للشرطة وبلغت على الموضوع وهي بصدمة جدا كبيرة لحسن الحظ بعد كم يوم تم التعرف على الناس اللي اقتحموا شقتهم وتم يعني سجنهم وانحكم عليهم كلهم بالشنق تضح انه الموضوع هذا والجريمة هاي كانت كلها من تدبير خريستو اللي هو السايق السابق لشيكوريل السايق الخاص مالته واللي طردقه بالفترة قليلة من الجريمة بسبب سلوكه السيء فحتى ينتقم من عنده قرر انه يسرقه بالاتفاق مع سايقهم الجديد اللي هو سايق زوجة شيكوريل الجديد وايضا شخصين ثانين اقتحموا الشقة ثلاثتهم وبدوا يحاولون انهم يسرقون لكن الموضوع تحول لجريمة وخرج عن سيطرتهم بالرغم انه شيكوريل كان مسالم جدا وبعيد عن المشاكل وكان كلش زين ويهدوا للناس يعني حتى لما انفصل هذا السايق كان زين وياه بالاتفاق تم الموضوع وانطا تعويض الى انه قرر انه ينهي حياته عموما زوجته ما تحملت هاي الصدمة يعني الايامها صارت اسوأ من قبل ابنها وزوجها وبحوادث غريبة ومرعبة بنفس الفيلا وبفترة متقاربة جدا كان الموضوع صعب انها تتحمله وبعد بس اربعين يوم من وفاة زوجها راحوا لها الجيران بعد ما غابت عنهم ويعني اخبارها انقطعت فوجدوا انه زوجة شيكوريل هاي كانت ميتة بوحدة من غرف الفيلا ايضا بظروف غامضة انقال انها هي اللي هي تسوت باستخدام السم وايضا قال انه اكو ظروف غامضة سببت انها تلقي وهي مرعوبة بهاي الشقة وميتة من الخوف اكو كثير من الاقاويل المتضاربة لكن بالنتيجة ان وجدت ايضا ميتة بالفيلا بظروف غامضة وغريبة مثل ابنها وزوجها بعد هالحوادث المرعبة الفيلا انغلقت بالسلاسل وتشمعت بالشمع الاحمر وصار ممنوع انه اي احد يعني ياخذها لحد ما بعد مرور سنوات بدأوا يأجروها ناس ثانين ولا واحد بيهم طول فوق الشهر كلهم كانوا يقولون انه الفيلا مسكونة وبيها طاقة غريبة جدا ومرعبة وانه شغلات ما لها تفسير ومخيفة كانوا يشوفوها منتصف الليل بالفيلا بعد تكرار الشكاوي هاي من الناس اللي سكنوها تم غلق الفيلا من جديد لسنوات هالمرة طويلة وخلال فترة اغلاقها هاي الجيران بدأوا يشتكون انه يسمعون اصوات عزف بيانو جاية من وحده من غرف الفيلا لما كانوا الشرطة يعني يخابرون طبعا الشرطة لانه يتوقعون انه بيها احد اقتحمها فلما يروحون الشرطة يلقوها مقفلة وما يلقون اي احد بداخلها الموضوع تكرر اصوات عزف بيانو وايضا بالليل وهم يمرون بالشارع اللي بجانب الشقة كانوا يشوفون من وحده من الغرف المظلمة شخص واقف وهو ينظر لهم كانت تسمع بداخلها صرخات وظلال يشوفون بيها واصوات غريبة وحيوانات قطط مثلا او كلاب كانوا يدخلون للفيلة وما يطلعون منها بعد فكانت كثير من الاشاعات الدور حولها هي اللي منعت انه الفيلة هاي تتأجر او انه تنشرها او يسكنها اي احد لمدة 30 سنة 30 سنة ظلت بيهم الفيلة فارغة وغير مسكونة وبعد 30 سنة وعن طريقة الصدفة رح يسكنها الضابط والملحن احمد شفيق ابو عوف وعائلته ويعيشون ارعب ايام حياتهم بهاية الفيلة شنو قصة الفيلة المسكونة والاحداث الغريبة اللي صارت ويعائلة الفنان عزة ابو عوف واللي حتشوها بنفسهم خلال حياتهم وشهدوا عليها كثير من الفنانين قصة اليوم وقضية اليوم هي قضية من صدقة قشعر لانه عليها كثير من الادلة ويمكن تكون يعني من اوضح القصص اللي انحجت عن الجن او الاشباح واللي شهدوا عليها كثير من الشخصيات الموثوقة والمشهورة انا ساري حسام وسط نعش ونص مساء الخير من جديد فرحان كلش انو رجعتو حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي واليوم قضية عربية جديدة ما اعرف اذا هي قضية وهي قصة يعني هي قصة اكثر من ما هي قضية بس هي قصة حقيقية وصارت ويا فنانين معروفين وهي عائلة الفنان عزة ابو عوف واللي كلنا نحبه يعني طبعا توفه هو والقصة هاي من زمان انا شادتني يعني ما ابالغ اذا اقولكم انا يمكن يعني عدد تصوير هذا الفيديو اربع مرات خلال فترات متباعدة يعني من اول ما بلشت 12 ونص يعني حسيت اني مضفت شي كافي للقضية فما نزلته بعدها سويته قبل كم شهر وايضا حسيت انه مضفت شي بعدها قررت انه اليوم ارجع اصوي تغطية كاملة على القضية وحسيت انه اقدر اطلع من عدها شغلات جديدة وبحثت بشغلات جديدة ممكنها تلفتكم وتعجبكم ففيديو اليوم هو من اكثر القضايا اللي شدتني فجووشي تاكلوه او تشربوه استرخوه وطفوه الاضوية وخلانا نغوص بهاي القضية المرعبة اوكي مثل ما احسيت لكم فيلا شكوريل بعد الحوادث الغريبة اللي صارت بيها ظلت مغلقة لمدة 30 سنة ما حد يريدي ايش فيلا مسكونة وينسع منها اصوات بيانو وظل شخص غامض ينظر للناس من الشباك كان كثير من هاي الاقاويل منعت اي احد انه يأجرها ل30 سنة بعد 30 سنة بالستينات يعني مر من يم هاي الفيلا الضابط والملحن احمد شفيق ابو عوف واللي كان متعين جديد بدائرة اسمها مجلس الفنون كان سياجها ملاسق لسياج فيلا شكوريل بالزمالك ايضا فكل ما كان يفوت من يم هاي الفيلا كان ينبهر بجمالها وبعدها يروح الشغلة وبهذا الوقت كان احمد يدور اصلا على مكان جديد ينتقله بيت شقة يعني كان يدور لمكان حتى ينتقل الى ويكون ايضا قريب من شغله سيسي اللي هي مرت احمد اي هي هيتشان اسمها كانت كل ما تمر وياه من يم هاي الفيلا تقول لها انا اريد يعيش بهذا المكان اريد يعيش بيها هاي حلمي انه يكون المكان اللي ينقضى بيه كل حياتنا فظلت انها تزن عليه انهم ينتقلون ويعيشون بهاي الفيلا طبعا الاحداث الغريبة كانت تصير على مدار 30 سنة لكن تعرفون ورا ما يمشي 30 سنة من الحوادث اللي صارت بيها يقلل حد شي بالموضوع فما كانوا يعرفون ولا احمد ولا زوجته سيسي بكمية التاريخ الاسود والاشاعات اللي موجودة على فيلا شكوريل كانت مجرد فيلا حلوة وعاجبتهم وشايفيها انها متروكة وما احد عايش بيها فاخيرا وبعد زن كبير اقتنع احمد انه ينتقلون من منطقتهم ويعيشون بهاي الفيلا بعد اسئلة بسيطة ويا الشخص اللي كان يملكها بهذاك الوقت اتفاجأ انه سعر الفيلا ايضا ما كان عالي جدا مقارنة بحجمها وجمالها وايضا المنطق اللي هي بيها فكان الموضوع مناسب جدا بالنسبة لهم فاشتراها بسرعة وانتقل هو وزوجته واولادهم حتى يعيشون بيها طبعا بهذا الوقت كان عنده ثلاث ابناء ابنة عزت وبنتها مها وبنتها منا اول شي استغربة انهم لما راحوا للفيلا راحوا ويا قوة من الشرطة هم اللي فتحوا للسلاسل واخروا الشمع الاحمر وقال لولا انت راح تعيش بالفيلا هاي على مسؤوليتك وهذا اول شي استغربة لانه كان بعده ما يعرف على التاريخ اللي كان ينحكي عن هاي الفيلا طبعا استغرب شوية لكنه ما حاول انه يعني يدور بالموضوع وهو اصلا ما كان يؤمن بالما ورائيات وهاي الامور فمهتم كلش وعادي قرر انه يدخل ويعيش بيها ويعني ما يهتم لأي كلام من كلام الشرطة حتى بعض الطراطيش الكلام اللي كانت توصل له انه الفيلا مسكونة ما كان يصدقها لانه ما كان اصلا مؤمن بوجود شي ممكن انه يسكن الاماكن الامور الغريبة بدت ويا عائلة ابو عوف من اول ايام سكنوا بيها الفيلا طبعا اول ايام قضوها كلها وهم ينظفون الفيلا لانها كانت متروكة من 30 سنة بعد ما نظفوها اخيرا ورتبوا امورهم بدأوا انهم يردون يرتاحون وينامون بالليل لكنهم كل يوم بالليل كانوا يسمعون اصوات حركة وخطوات بجدران الفيلا وبممراتها وبالطوابق العلوية بالاول اعتقدوا انها ممكن تكون الفئران لانه الفيلا متروكة لمدة 30 سنة فطبيعي انه يكون بيها يعني حشرات وفئران منتشرة بالفيلا الام خصوصا كانت تشتكي من هاي الحركة يعني ما تقدر تنام بسبب الاصوات الغريبة اللي كانت تسمعها موضوع الحركة هاي اتطور بعدين ويا الام انها بيت تحس بانفاس قريبة من عدها وتحس انه اكو احد يراقبها يعني شايفين من تلتفتون بسرعة تحاسين انه اكو احد وراكم لكن ما يطلع اكو احد وتكرروا اياها هذا الموضوع اكثر من مرة لدرجة انها اشتكت لزوجها من الموضوع وقلت له انه انا هاي شوية شدة احس واكو شي غريب بهذا البيت طبعا زوجها مثل ما قلت لكم ما كان يصدق بها الامور فقل لها يعني شنو تخبلتي شنو الموضوع يعني اكيد ماكو شي واكيد هاي تهيئات ولانه انه نقلنا لمكان جديد وبدأ يلومها انه مو انت تريدين هاي الفيلا خلاص يعني لا تطلعين بها حجج وما راح اروح لغير مكان وتعودي عليها فبتتحاول انها تتأقلم ويا الموضوع وتقتنع انه بالفعل هاي تهيئات لحد هاي اللحظة كان الموضوع كله مجرد حاسيس ومجرد انفاس ومجرد اصوات وخطوات لحد يوم من الايام كان الاب مسافر بي كان مسافر ليحدى المحافظات على موت شغل وكان جاي يم الام سيسي الهوها اللي هو خال ابنائها عزة ومها ومنا اجي يمهم حتى يقرأ ويبات بالفيلة مالتهم ويعني يقضي يمهم كم يوم وبعدها يرجع لبيتهم بالفعل باول ليلة اجي حتى يبات بيها يعني يمهم كان ده يقرأ باحد الكتب وده يقرأ دروسه بغرفة الاب وبالمناسبة الغرفة هاي هي نفس هالغرفة اللي انقتل بيها شكوريل من 30 سنة المهم الخال وهو يقرأ بهذا الهدوء مالبيت بدي يحس انه بدي ينععس فنام على الكتاب وهو نايم بدي يحس بانفاس قريبة من عنده وبصوت خطوات ده تتقرب من عنده ففز من النوم وهنا انصدم بالمنظر اللي شافه شاف قدامه بالضبط ده يدخل من باب الغرفة رجل غامض اول مرة يشوفه بحياته كان بملابس تشبه ملابس القس قطعة بيضة هنا وكان مبين انه يعني بمنتصف العمر وشعره كان كله ابيض كان منظره مرتب جدا وانيق لكنه كان غاضب وعيونه جاحظة جدا وحمرة طبعا هذا الوصف هو بالضبط الوصف اللي وصفه الخال طبعا اورت فعل لما احد يشوف شخص ما يعرفه مقابيله بهذا المنظر المرعب انه يدفعه لكنه لما اندفعه لاحظوا انه ايديه مرت من خلال هذا الشخص هنا الخال هذا ركض بسرعة وراح لغرفة الام وصحاها من النوم وهو مرعوب وما دا يقدر انه ياخذ انفاسه وحشالها على كل الموضوع اللي صاروا اياه حسب ما يقول عزت ومها بعدين بلقاءات قالوا انه خالهم اللي كانوا عمره 24 سنة بس يعني شعره حرفيا شيب بعد هاي المنظر وهذا الصدمة اللي صارت وياه من زادت الامور غرابة يوم بعد يوم هنا الام سيسي قررت انها تشكي لامها امها كانت من اصول تركية وكانت متدينة فلما انحجت لها بنتها هذا الشي اقترحت عليها انه يجيبون احد يرقي لهم المكان وينقرى به حتى يشوفون شنو الموضوع فبالفعل جابوا شيخ وجابوا قس وجابوا حخام يعني لثلاث ديانات المسيحية والمسلم واليهودية جابوا من عدهم رجال دين وبدوا يقرون بالفيلة ويسوون طقوس معينة والثلاثة قالوا انه اكو طاقة غريبة بهاي الفيلة وانه بالفعل الفيلة مسكونة الشيخ نصحهم نصح الام والعائلة انه ما يسوون اي عملية طرد ارواح بالفيلة لانه ممكن انه الكيان او الروح اللي ساكنة بيها انها ممكن تأذيهم بعد ما تشوف انهم ديحاولون يطردوها طالما لحد هسه مجرد اصوات ومجرد ظهور بس يظهر بيه وماكو اذية او ديحاول يحرق الفيلة او يأذيهم فخلص يتركون الامور مثل ما هي ويحاولون انهم يتعودون يعني على الموضوع حدث العائلة ما كانوا يعرفون منو هذا الشخص اللي كان عايش يعني وياهم بالفيلة وده يظهر لهم بين فترة وفترة طبعا اتكررت مشاهدة نفس الشخص رجل بملابس عنيقة شوية كبير في العمر شعره ابيض ويبين انه غاضب او انه مرات ماكو اي تعابير على وجهه لكنهم شافوه لاكثر من مرة عموما لحد هاي اللحظة هم ما يعرفون منو لحد ما بيوم من الايام راحت الام سي سي لوحدة من محلات الملابس حتى تشتري من عدهم ملابس ما كانت تعرف الام انه هذا المحل هو احدى محلات شيكوريل لكن بعد سنوات يعني اشتروه غير ناس وتغير اسمه وكل شي المهم هي وتشتري ملابس صارت لها مشكلة صغيرة بالحساب او ويا واحدة من موظفات المحل فقررت انها يعني تسعد وتشتكي للادارة بالفعل المدير قعدها وطلب لها قهوة وبدأ يحاول انه يراضيها ويحكي وياها فوهو يحكي وياها سرحت بشي ثاني كانت خلف هذا المدير كانت مجموعة من صور المدراء اللي امتلكوا هذا المحل فوهي تباوع وصلت لي واحدة من الصور وكان مكتوب تحت الصورة سلفادور شيكوريل الشخص هذا كان هو الشخص اللي شافه اخوها واللي هي شافته واللي شافوه اكثر من شخص كانوا يزوروها بالفيلة ويقولون انه شخص انيق وشعره ابيض ولابس ملابس تشبه ملابس القس هنا عرفت لي اول مرة انه سلفادور شيكوريل هو الشخص اللي ده يظهر لهم بالفيلة هنا وهي مصدومة سئلة بسرعة المدير منو هذا الشخص فقالها هذا سلفادور شيكوريل اللي كان صاحب هاي المحلات بيوم من الايام فقلت له ده يظهر لنا بالبيت وده نحس بامور غريبة وده نحس انه فيلتنا مسكونة فقالها انتو وين عايشين فلما انطت العنوان قلها طبيعي هذا الشي لانه سلفادور قبل 30 سنة انقتل بالغرفة المعينة هاي واللي هي مثل ما قلت لكم صارت غرفة الاب بعدين وحجالها على كل القصة الغريبة والظلامية اللي صارت بالفيلة طبعا الام هنا ان رعبت وطلعت من المحل وهي مرعوبة وبدأت تفكر بشي غير انه شنو ممكن يصير لها هي واولادها وزوجها ويا هذا الشخص مرور الايام وحسب ما ذكر الفنانة الراحل عزة ابو عوف واختة ايضا الفنانة مها ابو عوف قالوا انهم منهم مو صغار بدأوا يشوفون شي كوريل هذا وهو يمشي بممرات الفيلة ويسمعون صوته ويشوفون ظلة بكذا مكان قالوا انه اكثر مشهد مرعب شافوا انهم بيوم من الايام راحوا للحمام بالليل فواحد ينتظر الثاني لانهم يخافون فبعد ما طلعوا حتى يرجعون لغرفهم لاحظوا انه ضوة اجا من وحدة من الممرات كان ضوة للشموع تقريبا او فانوس فهم ملاحظين ان الضوة دا يتقرب بعدها يعني الضوة هذا كشف عن وجه شخص شايلة كان شي كوريل هو حامل فانوس دا ينور وجه الغاضب هنا صرخوا وركضوا بسرعة لأهلهم وحتشوا لهم شون اللي شافوا ومراته ماتت بعديها وابنه وقع من فوق السطوه وبيجيب منجة في الفيلة ما كناش يعني لازم ما ما فيش حد ينام فوق دا واحد نبا مع بعض داخل الحمام تقف لي اختي برا أبو عسيس وجابوا حخام وجابوا شيخ ثلاث ديانات الشيخ قال لان هما مرتبطين بالبيت فلما تخرجوهم بيبقوا مؤذيين بتخرجوا مين العفريق طبعا الأم والأبناء كانوا كل ما يشوفون هيت الشي يحشون للأب لكنه كان أبدا ما مصدقهم يعني دائما ما اخذ الموضوع باستهزاء يعني ايه خلي اطلع لي وشوفوا اش راح اسوي بيه فالأب ما كان مصدق ابدا بايش داي سمعة ودائما يعني مستهزء بالموضوع طبعا كونه انه ضابط كان وعجل كبير بالعمر فنوعا ما يعني كان قلبه ميت لكن كل شي راح يتغير بالليلة من الليالي اللي راح يتأكد له كل شي ورح يشوف كل شي بعينه بهاي الليلة مرته وابناءه كانوا مسافرين للإسكندرية حتى يزورون أقاربهم طبعا الإسكندرية هي مدينة ثانية غير القاهرة اللي هما ساكنين بيها فظل الأب واحدة بالفيلة بهذا اليوم مثل ما حجيت لكم الأب كان ضابط وأيضا كان ملحن فبهاي الليلة قعد حتى يكتب لحن جديد ويلحن لحن جديد قبل وما عرفوا لا هسه نفس الشي الملحنين لما يريدون انهم يعني يحفظون نوطة جديدة أو لحن جديد يبدون انهم يعزفوا على العود مثلا ويخلون يمهم جهاز تسجيل حتى يسجل كل شي ويسجل كل شي راح يعزفوا على مود ما ينسوا فبالفعل الأب قعد انه يعزف على العود يعني مقطوعة جديدة فتوقف هي شي لثواني لانه نسى شنو يريد يعزف بعدها انتبه انه جهاز التسجيل مكان دي يسجل فهنا نزعج شوية وحس انه راح يرجع يعيد من جديد وممكن يكون نسى أو شي فنزعج من الموضوع قال انه خلاص راح ياخذ برايك شوية ويروح للحمام ويحاول انه يتذكر المقطوعة اللي نساها لانها ما تسجلت فنست فالمهم وهو بالحمام بدأ يسمع صوت عزف على العود للمقطوعة اللي كان ناسيها المقطوعة نفسها طبعا الرعب وانصدم ولما راح للعود ملقى يما اي احد ولقاه على وضعيته لكنه بدأ يحاول يقنع نفسه انها مجرد تهيئات ودخل لغرفته حتى ينام وهو ممدد ما قدر انه ينام كل وقت كان دا يفكر هالشي اللي سمعه تهيئات ويحاول يقنع نفسه انها مجرد تهيئات وان الموضوع مو حقيقي وهو ممدد ويفكر شاف الشي اللي اكد لكل شكوكه وبيين له انه زوجته وابناءه ما كان دا يتهيئ لهم هالشي شاف مثل الخيط الاسود يدخل من مفتاح باب غرفته من فتحة المفتاح وبعدها يبدأ انه يدخل ويتكون على شكل شي اسود قدامه بعدين هذا الشي الاسود تشكل بشكل الشخص اللي كانوا يحكوله عنه ابناءه ومرته تشكل على شكل سلفادور شكوريل صاروا قباله واقف بغرفته وده ينظر له وهاي كانت اول مرة الاب يشوفه بيها حسب ما يحكولنا بسبب رعبة فتح الباب وركض وطلع من الفلا بالشارع وهو بملابسه الداخلية بعد ما كان يقول انه اذا اشوفه راح اكتله وما كان مصدق بموضوعه بعدها بدين يشافلي اكثر من مرة يشوفوه هو يعزف على البيانو وبعدها يختفي يشوفوه هو يمشي باحد من مرات البيت بعدها يدخل بالحايط او مثلا يريدون انهم يطفون الضوة فالضوة انه يطفل من وحده او يشتغل من وحده يعني كان تقريبا بدوا انه يتعودون على وجوده وياهم طبعا العائلة ظلت كلها عايشة بالبيت لانه شكوريل ما كان دا يأذيهم يعني كان مسالم مجرد يظهر لهم ويرعبهم لكنه مدى يسوي شي مؤذي وياهم صار عندهم ايضا يعني بنتين بعد يعني البنتين والولد اللي عندهم فهيسا صار عندهم اربع بنات وعزة الولد ويعني بيوم من الايام حسب ما يحشون عزة واخته انهم كانوا كلهم قاعدين دا يقرون باحد الغرف فبدأوا واحد يقول الثاني انت جيب لي هذا الكتاب انت جيبي لي هذا الكتاب يعني دا يتجادلون وهيش شي فقالوا انهم شافوا بعينهم الحقيبة مالتهم حقيبة المدرسية صعدت بالهوى وطلع من عدها الكتاب اللي هم دا يريدوه وسقط على الارض فطبعا كلهم صرخوا وهربوا من الغرفة ظلوا يشوفون شي كوريل لسنوات كلهم وصفوا ان رجل ستيني انيق بشعر يعني اسود وملابس انيقة تشبه ملابس القس وانه كان يظهر مرات وانه تقريبا ظل يعني كان شبه شفاف مثل الشبح اللي نشوفه بالأفلام مثلا وبرون السنوات بدأوا انهم خلص يتعودون على وجوده يعني بمرة من المرات اتعاركه والأب والأم وصار بينهم يعني خلاف وعلى صوتهم فوقعت خزانة الملابس على الأب من وحدها يعني كأنما هذا الشخص دا يريد يحل المشكلة ودا يريد يسكته وإيضا بمرة من المرات جدتهم كانت جاية ويعني بايته يمهم بهذا اليوم فقاتلهم منو هذا الرجل الغريب اللي كان يدخل للغرفة ويراقبني وآني نايمة فقالوا الهلاء لا تخافين هذا الشبح اللي عايشوا إيانا طبعا بعد ما دخلت لفلتهم أبدا فكانوا هم يعني مستوعبين أنه هم عايشين ويا شبح بالبيت أو هو عايشوا إياهم وإنه طالما مدى يأذيهم وتعودوا أن يشوفوا لأكثر من عشرين سنة فالموضوع صار عادي بالنسبة لهم بالثمانينات سوى عزة فرقة غنائية كان هو وأخواته سموها الفور أم وبدأوا يحيون حفلات ويحيون أعراس وبدأوا أنهم يشتهرون كوحدة من أشهر الفرق بالثمانينات أيضا عزة أمها بدأوا يمثلون وبدأوا أنهم ينشهرون أكثر وأكثر كممثلين وتقريبا كلنا نعرفهم أو شايفيهم بأفلام طبعا الأب مات بهاي الفترة وظلوا عايشين ويا أمهم بنفس الفلا طبعا بحكم أنهم صاروا فنانين وممثلين بدأوا يتعرفون على فنانين ثانين وبدأوا يجوهم للفلا ويباتون يمهم مثلا ولحد هاي اللحظة كان موضوع شبح شكوريل هو موضوع معروف بالعائلة بس يعني على نطاق العائلة ما حاشين به علنا لحد ليلة من الليالي اللي إجدت بيها الفنانة يسرى حتى تبات يمهم لأنها كانت صديقة مها كلش فبنصل ليلة قاعدة يسرى وقاعدت مها وقالت لها منه هذا الشخص اللي بحديقتكم اللي دي يمر كل شوية من يم الشباك مع الغرفة وبدون ما يسلم ولا ينظر لنا ولا يسوي أي شي فقلت لها مها أنه هذا الشبح اللي عايش ويانه وحشت لها كل القصة طبعا يسرى أيضا شافتها بنفس المواصفات اللي هما شافوها يعني لابس ملابس القس هاية وشعره أبيض وستيني فطبعا يسرى قاعدت لها بنفس الليالي هربت بسرعة من الفلا وطلعت وراحت لبيتها وما رجعت لهم بعد أبدا ومن هذا الحادث يسرى حجت بالموضوع فانتشر كلش إعلاميا وبدأوا عزت ومهى وباقي الأخوات كل ما يطلعون باللقاء يحشون بنفس الموضوع لحد ما اشتهر كلش وصارت واحدة من أشهر قصص الأشباح بالوسط الفني طبعا ظلوا كلهم عايشين ويشوفوا بالفلا لمدة خمسين سنة لحد ما كل واحد بيهم انتقل ويتزوجه وكل واحد عاش بشقة أو بيت ثاني وأيضا باعوا الفلا سنة 2009 بعد وفاة والدتهم ومن بعد ما خرجوا من الفلا كل أحد كان يسكنها كانت تصير ويا حوادث مرعبة يعني على عكس اللي صاروا إياهم مثلا لو تنحرق لو يوقع أحد بيهم كان الموضوع صار خطر جدا ولا واحد قدر ان يعيش بعد بالفلا مهى أبو عوف الفنانة قالت قبل وفاة لانتوفت يعني قبل كم سنة قالت انه سيب هاي الحوادث انه شيكوريل كان يحبهم وما كان متقبل أي أحد يعيش بهاي الفلا غيرهم أنا شفت هذا اللقاء وهي قالت هذا الشي بنفسها وطبعا كل الأحداث اللي حتشيت لكم ياها هي أحداث موثقة على لسانهم هم وبلقاءات مصورة كان بيعزنا كان بيحبنا فما رديش انه يسكن حد فيد الحد ورا حد كل ما يسكن فيها يحصل مشكلة طبعا بعد ما غادروا الفلا كل الأخوان ما بدي يصيروا إياهم أي شي غريب عدمها اللي استمرت وياها الأمور الغريبة وقالت انها ضلت تسمع أصوات وتسمع همسات وتشوف حركات وتشوف شغلات يعني من العالم الآخر لحد ما طبعا عزت توفى قبل كم سنة وبعدها توفت ورا أختمها وتقريبا انسدت هاي القصة وباحد يعني بدأ انها يحجي بيها طبعا اكو كثير من نظريات على الموضوع والضاربة القصص والأقاويل اكو ناس تقول انه الشخص اللي انقتل بالفلا هو سيلمون شكوريل وابنه هو سلفادور ومات يعني طبيعي سلفادور بالولايات المتحدة لكن عائلة أبو عوف يأكدون على قصة انه سلفادور شكوريل هو الشخص اللي مات بفلتهم وانه هو الشخص اللي شافوه بالصورة والشخص اللي يعني شافوه بكل طفولتهم ولمدة خمسين سنة والحد اليوم لغز فيلا شكوريل يعني ما معروف وما معروف شنو السبب بيه حاولت انه اعرف حاليا الفلا شنو اللي صار بيها هل انهدمت هل انباعت ما قدر تعرف عنها اي معلومات لكن اخر مصدر ذكر انها يعني متروكة ومغلقة من عدة سنوات من سنة 2009 تقريبا اتمنى تكون عجبتكم هاي القصة الغريبة كلش واللي كلش شدتني وعجبتني فاذا عجبتكم مثل ما عجبتني لا تنسون انه تساوون لايك للفيديو واشتراك اذا بعضكم ما مشتركين وانتظروني فيديو جديد وقضية جديدة وتصبحون على الف خير اشتركوا في القناة